نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهماً تفسيراً وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا وإرضاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً توبةً نصوحاً وصبراً جميلاً وفرجاً قريباً والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد يقول الله عز وجل وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين أرون العذاب من أضل سبيلاً أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا قول ربنا جل جلاله وإذا رآك الذين كفروا إي يتخذونك إلا هزوا هذه الآية الكريمة تأتي في سياق إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونفي الشبهات التي كان المشركون يطرحونها حول هذا الأمر فقد مضى معنا قول ربنا جل جلاله حكاية عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا والله جل جلاله أجاب عن هذه الشبهة بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فكل الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم كانوا للطعام آكلين وكانوا في الأسواق ماشيين ومحمد صلوات ربي وسلام عليه ليس بدعا من الرسل في ذلك ها هنا ربنا جل جلاله يبين أن هؤلاء الكفار كان دأبهم الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وإذا رآك الخطاب له صلوات ربي وسلامه عليه وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أي ما يتخذونك إلا هزوا وفي التعبير مبالغة كأنهم جعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم الهزأ نفسه ما قال الله عز وجل وإذا رآك الذين كفروا استهزأوا بك بل إي يتخذونك إلا هزوا يجعلون من كلامه هزوا من صورته هزوا من نسبه هزوا من حاله هزوا إذا أمرهم بمعروف استهزأوا إذا نهاهم عن منكر استهزأوا إذا مر بهم استهزأوا إذا رأوه حول الكعبة يطوف استهزأوا وهكذا إن يتخذونك إلا هزوا وهذا يدل على خفة عقولهم وطيش أحلامهم لماذا؟ لأن المستهزأ به إما أن يستهزأ به لصورته أو لصفته فتجد بعض المغفلين وبعض الحمقى ربما يهزأون من إنسان لعور في عينه أو لصمم في أذنه أو لعاهة في بدنه أو لقصر مفرط في قيمته أو لطول بالغ أو لغير ذلك مما لاختيار له فيه ربما يهزأون به لصورته طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس صورة وأحسن الناس صوتا فهو عليه الصلاة والسلام لا مقارنة بينه وبينهم فهو الذي كمله الله عز وجل خلقا وخلقا وقد قال الصحابة رضي الله عنهم في وصفه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط كان ربعة بين الرجال أبيضا مشربا بحمرة كث اللحية تملأ لحيته صدرة شثن الكفين مسيح القدمين دقيق المسربة سواء الصدر والبطن كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم وقالت أم معبد الخزاعية في وصفه رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب إذا تكلم علىه البهاء وإذا صمت علىه الوقار كأن منطقه خرزات نظم ينحدر محفوظ محشود غير عابس ولا مفن صلوات الله وسلامه عليه ثم لو فرض بأن صورتهم أحسنوا من صورته وهيهاد فإنه عليه الصلاة والسلام محتج عليهم بصورته ولا تفضل عليهم بخلقته وإنما بحجته التي كانت معجزة تحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله أن يأتوا بعشر سور مثله أن يأتوا بصورة مثله أو بصورة من مثله فما كان منهم في مقابل ذلك التحدي إلا العجز التام ولذلك لا سبيل إلى السخرية منه بسبب صورته عليه الصلاة والسلام طيب إذا كانت السخرية من صفته فصفته أكمل الصفات عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس عقلا وأفصحهم لسانا وأسرعهم بديهة وأشجعهم قلبا وأقواهم حجة وأطيبهم نفسا وأوسعهم صدرا وأكرمهم يدا ولذلك قال الصحابة من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه صلوات ربه وسلامه عليه لكن دائما صفة الجاهل أن يسخر من العالم وصفة الضال أن يسخر من العاقل دائما يلجأ إلى السخرية والاستهزاء مثل ما كان ذلك مع الأنبياء فكذلك مع أتباعهم ولذلك قال جل من قائل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا هذه صفة وقال جل من قائل الذين ألمزون المطوعين من المؤمنين في الصداقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وقال جل من قائل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون هكذا كانوا في الدنيا فكل الأنبياء سخر منه واستهزئ به وكذب وأوذي وكذلك أتباعهم رضوان الله عليهم ولذلك ربنا جل جلاله وعدهم لعد الحسن قال فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم فهؤلاء أتباع الأنبياء فيهم هذه الصفات بأنهم هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم أيضا في سبيل الله وأوذوا كل هذا قد حصل لهم ولذلك هؤلاء الذين كانوا يستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم هم أخف الناس عقولا وأضلهم أفئدة وأطيشهم أحلاما وهؤلاء الساخرون من النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الله دابرهم وبطش بهم البطشة الكبرى من أمثال أبي جهل عمر بن هشام وأمية بن خلف الجمحي وأبي بن خلف الجمحي وعطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريق وعقبة بن أبي معيط كل هؤلاء أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وما هي من الظالمين ببعيد وإذا رآك الذين كفروا إي يتخذونك إلا هزوا إي يتخذونك إلا هزوا الله جل جلاله بينا أنواعا من هذا الهز فقال جل من قائل وإي يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون مجنون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ومضى معنا في هذه السورة قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ومن سخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمونه ابن أبي كبشة ينسبونه إلى زوج حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي أرضعت وهم يعلمون أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وأنه أزكاهم نسبا وأوسطهم دارا وأنه لا مطعن في نسبه صلوات ربي وسلامه عليه ومع ذلك كانوا يهزؤون ثم من هزئهم قولهم أهذا الذي بعث الله رسولا كانوا يستكفرون نعمة الله عليه مثل ما حكى ربنا جل جلاله في سورة الزخر في قولهم لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وفي سورة صاد قولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا كانوا يستكفرون هذه النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يكون هو من بيننا الرسول المصطفى والنبي المجتبى لماذا ينزل عليه الذكر من بيننا وما هو بأغنانا ما هو بأكثرنا مالا ولا بأوسعنا دارا وما هو بأعظمنا يسارا فلماذا ينبأ ولا ننبأ نحن لماذا لا ينبأ الوليد بن المغيرة ذلك الغني الموسر الذي جعل الله له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا كان له من البنين عشرة يحضرون معه المجالس يتكاثر بهم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أولاد ذكور ما ولد له ولد إلا و بمجرد أن يدب على الأرض يموت مات له القاسم وعبد الله والطيب والطاهر وإبراهيم ولذلك قال العاص بن وائل السهمي إن محمدا أبتر فإذا مات استرحنا منه فهؤلاء كانوا يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا يقولون ذلك على سبيل الإنكار ما يمكن أن يكون محمد رسولا وفينا الوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي ومية بن خلف الجمحي وفلان وفلان هؤلاء الملأ أهل الأموال والله جل جلاله في سورة الزخرف قال أهم يقسمون رحمة ربك هذه النبوة هل هم قاسموها قال في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي القراءة الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبوة ليست اجتهادا وإنما هي اصطفاء واجتباء من الله جل جلاله الله أعلم حيث يجعل رسالته وعبد الله بن مسعود عليه من الله الرضوان كان من أقواله العجيبة إن الله تعالى قد اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته عليه الصلاة والسلام لكن هؤلاء المشركين كانوا يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها قولوا ماذا تضمن أنواعا من الضلال الأول أنهم قد اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحجة ووضوح المحجة وأنه قد غلبهم ولذلك قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا يعني ما استطعنا أن نواجه حجته بحجة مخلها ولا أن نباريه في معجزاته التي أتى بها وما استطعنا أن نجيب على الأسئلة التي يطرحها حين كان يقول لهم كما قال أبوه الخليل عليه السلام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع أسماعهم بهذه الأسئلة أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وكان يقول لهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولذلك اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوة حجته وأنهم لا يستطيعون مباراته في ذلك ثم النوع الثاني من الضلال أنهم سموا ذلك إضلالا إن كاد ليضلنا ليضلنا وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين وأنه هاد ولذلك الله جل جلاله وجه إليه ماذا السؤال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ثم النوع الثالث من الضلال قولهم لولا أن صبرنا عليها فهم معترفون بأن عبادتهم تلك الآلهة الباطلة إنما هي محض تقليد للآباء والأجداد ما عندهم في ذلك حجة ما عندهم علم ما عندهم أثارة من هدى وإنما هو محض اتباع للآباء والأجداد ولذلك قالوا لولا أن صبرنا عليها ولذلك توعدهم الله عز وجل بالعذاب وسوف يعلمون حين رون العذاب من أضل سبيله من هو الضال حقا من الذي ضل عن سواء السبيل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها مثل ما حكى ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء وإذا رآك الذين كفروا إي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله جل جلاله توعدهم والله الموعد سبحانه وتعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا لكن حيث لا ينفع العلم ولذلك يوم القيامة سيتحسرون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين هكذا سيتحسرون حيث لا تنفع الحسرات قال الله عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا الله جل جلاله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ رسالة ربه وأنه أدى الأمانة التي استحفظ عليها وأنه لم يأل جهدا في هداية قومه لكنهم عياذا بالله للأهواء متبعون أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال ابن عباس رضي الله عنهما في وصف بعض أنواع هذا الهواه كان الواحد منهم يتخذ حجرا أبيض إله فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به واتخذه وقال أيضا كان الواحد منهم يعبد حجرا فإذا وجد حجرا أحسن منه طرحه فإذا فقد الثاني أرأيت من اتخذ إلهه هواه هواه يعبد الهوى مثل ما قال في سورة الجافية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون هؤلاء يتبعون أهواءهم ولذلك يا إخوتي ويا أخواتي العبد حقا هو من كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام معظما لخ عاملا بشرع ربه فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله أما من كان يأخذ من الأوامر والنواهي ما يوافق هواه ويطرح ما دون ذلك فليس عبدا لله بل هو عبد لهواه ولذلك بعض أهل العلم قال الشرك في هذه الأمة فإن المشركين عبد الأصنام وإن المنافقين عبد الأهوى ولذلك لا نعجب إخوتي واخوات إذا سمعنا في أيامنا هذه من يقول بأن الدين شأن بين العبد وربه ولا دخل له بالدولة هذا عبد هواه لأنه إذا كان يؤمن بالصلاة والصيام والحج فما آمن بها ما آمن بهذه الفرائض إلا لأنها قد نزلت في التوراء في القرآن ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عمل بها طيب ما عداها من الأحكام فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والرجعة والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة والإيلاء والظهار ما يتعلق بالبيع والوكالة والكفالة والحوالة والضبان والصرف والربا نزل في القرآن ما يتعلق بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل في القرآن فلماذا يأخذ شيئا ويدعو شيئا لأنه عبد لهواه ليس عبدا للخ ولذلك الله جل جلاله يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان بهذه الصفة أفأنت تكون عليه وكيلا والاستفهام هاهنا مراد به النفي النفي أنت لست وكيلا عليه الوكيل بمعنى الحافظ والمانع مثل ما أمره ربه بأن يقول وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بحفيظ وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين وقوله سبحانه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقوله سبحانه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وقوله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام يملك الهداية بمعنى الدلال والإرشاد بمعنى البيان والبلاغ أما الهداية التي هي التوفيق وخلق الإيمان في القلب هذه لا يملكها إلا الله أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب في قراءة الحرميين نافع وابن كثير كذلك قراءة أبي عمر والكسائي ويعقوب وخلف أم تحسب قراءة أم تحسب قراءة أم تحسب وهما لغتان صحيحتان فصيحتان وقراءتان متواترتان أم تحسب والحسبان بنعنى الظن أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الله أكبر الله جل جلاله يبين أن هؤلاء قد خفت عقولهم وطاشت أحلامهم هم في صورة الشخص السميع المبصري لكنهم لا يسمعون ولا يعقلون أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصري فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعري هؤلاء كانوا إذا أجدبوا إذا قحطوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغيثين مستصرخين طالبين دعاءة ثم إذا أخصبوا فإنهم ينسون الله جل جلاله ولذلك الله سبحانه يقول لنبي عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الله جل جلاله في القرآن بيّن بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وأخبر جل جلاله بأنهم يوم القيامة يشهدون على أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم ذنبهم أنهم عطلوا هذه النعم نعمة السمع نعمة البصر نعمة العقل قال جل من قائل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هم أضل من الأنعام كما قال جل من قائل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولذلك آهنا قال إنهم إلا كالأنعام ما هم إلا كالبهائم ذوات الأربع بل هم أضل سبيلا الله أكبر هؤلاء الذين ترى أحدهم في صورة الآدمي له عينان بصيرتان أذنان سمعتان لسان وشفتان هو أضل من الحمار بل هم أضل سبيلا لماذا هذا الكافر هذا المشرك هذا الجاحد هذا الملحد أضل من الحمار لماذا لأن الأنعام أولا تعرف منافعها ومضارها تعرف منافعها فترتادها ومضارها فتجدنبها سواء كان في المرعى أو في الطريق وهؤلاء ذاهبون بأرجلهم إلى جهنم إلى جهنم لا يعرفون منافعهم من مضارهم ثانيا الأنعام تتبع راعيها الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويكنها من الحر والقر يحفظها من البرد ومن الحر فيقودها يمينا فتنقاد يقودها شمالا فتنقاد أما هؤلاء فلا يريدون الانقيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى النجاح كما قال العبد الصالح ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ثالثا لأن هذه الأنعام تعرف ربها جل جلاله كما قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا وقال جل من قائل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب هذه الدواب تعرف الله عز وجل تسبحه تسجد له سبحان الله كنا نقرأ في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بعيرا كان مهتاجا ثائرا فجاء صاحبه يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام فقام معه عليه الصلاة والسلام ودخل في حضيرة ذلك البعير فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على الأرض وضع رأسه على الأرض كأنه يحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه ووضعه على كتفه فخرج عليه الصلاة والسلام يقول يا صاحب البعير إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف يشكو أنك تدئبه وتجيعه تتعبه في العمل ولا تعطيه من الطعام ما يكفي أبو بكر قال سبحان الله يا رسول الله كأن البعير يعلم أنك رسول الله قال ما بين لابتيها إلا وهو يعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام والآن رأينا بعض الناس يأتي بالبعير بعض الطيبين يأتي بالبعير ويبدأ يسبح الله عز وجل ويثني عليه ويمجده وهو يمسح على عنق هذا البعير فيطأطي البعير شيئا فشيئا إلى أن يضع رأسه على الأرض الآن رأينا قطة تجلس إلى جوار جهاز كمبيوتر والشيخ المنشاوي رحمه الله يرتل سورة البقرة بصوته الشدي وتلك القطة سبحان الله تخشع وتتضام هكذا وبعد ذلك تأنس بالقرآن وتمدد رجليها وتضع أذنها على ذلك الجهاز من أجل أن تسمع رأينا بعض الناس إذا أراد أن يذبح البهيمة فإنه يكبر الله عز وجل ويحمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتلك البهيمة تمد يعني عنقها خضعت لذكر الله عز وجل ما قاومت ولا اهتاجت ولا ثارت ولذلك ربنا يصف هؤلاء بأنهم أضل من الأنعام لماذا؟ لأن هذه الأنعام تعرف الله وهم لا يعرفون الله تسبح الله وهم لا يسبحون الله هذه الأنعام تعرف مضارها من منافعها وهؤلاء لا يعرفون تنقاد لراعيها وهؤلاء وهؤلاء لا ينقادون لأن هذه الأنعام تعرف من يحسن إليها تعرف من يحسن إليها الآن سبحان الله الطيور العصافير هذه لو أن إنسانا كان يعني يطعمها يأتيها بالحب وكذا تعرف من جرد أن يأتي حتى القطط ورأينا الآن في الصور بأن إنسانا كان يطعم هذه الطيور يتقرب إلى الله عز وجل بذلك فلما مات ودفن في قبر الناس رونا الطيور في كل يوم تأتي حول قبره ترفرف بأجنحتها سبحان الله ولذلك ربنا جل جلاله قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أضل من الأنعام لماذا لأن الأنعام ما زودها الله عز وجل بالعقول التي زود بها هؤلاء فهم ما كان عندهم آلة عطلوها أما هؤلاء فقد عطلوا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إخوة وأخوات هذه الآيات فيها فوائد فيها بيان ما كان عليه المشركون من الضلال المبين حين يستهزئون بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فيها بيان أن سنة الله في الدعوات أن يقابل أهلها بالاستهزاء والسخرية ممن هم دونهم عقلا وعلما وفضلا ونبلة نستفيد كذلك أنه قد يسخر الضال من الفاضل والمجنون من العاقل وأن من سمات الحاسدين استكثار نعمة الله تعالى على عباده أهذا الذي بعث الله رسوله استكثرون هذه النعمة كما قال ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله نستفيد كذلك أن النبوة اصطفاء من الله واختيار وأن المشركين الضالين ظنوا أنهم على شيء حين عبدوا تلك الآلهة الباطلة توعدهم الله بعذاب شديد قال وسوف يعلمون حين رون العذاب من أضل سبيلا من فائد هذه الآيات بيان خسارة من اتبع هواه وأن الواجب الذي يلزم العمل به هو أن تكون جميع أفعالك أيها المكلف مطابقة لما أمر به المعبود جل جلاله فإذا كانت جميع أفعالك تابعة لهواك فقد صرفت جميع ما يستحقه خالقك من العبادة والطاعة إلى هواك هذا المعنى يصور ابن القيم رحمه الله وتعالى فيقول أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل وذلك يتضمن الحب وكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما يدركه بذوقه من طعم العبادة بعض الناس هكذا الشيء الذي يحبه والشيء الذي يذوقه يعمل به يقول هذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله فصاحبه في ضلال وهو ممن اتبع هواه الله جل جل قال فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغيه هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نستفيد نستفيد إخوة أخواتي من الآيات أن عبادة الله تكون بطاعته وطاعة رسله فإذا أمر الله على ألسنة رسله بشيء فعدل عنه العبد إلى ما يحبه هو كان عابدا لهواه لا عابدا لله فالآية أعني قول ربنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلا فيه دلالة على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو قد اتخذه إله تخذ الهوى إله لذلك قال بعض أهل العلم يمكن القول بأن جميع المعاصي داخلة في الشرك بهذا المعنى لماذا لأن العبد قدمها على مرضات الله وطاعته فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه وليس معنى ذلك أن العاصي مشرك خرج من الملة بمعصيته وقوله جل جلاله أفأنت تكون عليه وكيلا يستفاد منه أن الهداية من الله لا من النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين نبقى إخوتي أخواتي مع فاصل يسير نرجع بعده لاستقبال الأسئلة فكونوا معنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته منزمل محمد يقول هل يجوز علاجه غير المسلم بآيات من القرآن الكريم نعم ما في مانع من ذلك وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم أبو سعيد الخدر ومعه لما مروا بقوم فاستطعموهم فآبوا أن يضيفوهم ثم لم يلبثوا أن قيل لهم إن سيد الحي سليم أي لديغ فهل منكم راق فقام رجل ما كنا نأبنه برقية يعني ما كانوا يظنونه راقيا فطفق يقرأ فاتحة الكتاب ويدفل فقام الرجل وكأنما نشط من عقال فالشاهد من الحديث بأن أبا سعيد رضي الله عنه قد قرأ على هذا الإنسان ولم يكو مسلماء هالا أحمد هل يجوز الدعاء على الظالم نعم يجوز فإن ربنا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقد دعا سعد بن أبي وقاص على أسامة بن قتادة ودعا سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع على أم مروان تلك التي ادعت أنه غصبها شيئا من أرضها نعم تهاني عبدالله ما حكم مصافحة أب زوجة أخي مع العلم أنه كبير بالسن لو أنك ما صافحته أفضل لماذا؟ لأن الرجال ليس فيهم ما في النساء فالنساء فيهن القواعد القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا أما الرجل فشهوة تستمر اللهم إلا إذا كان هؤلاء إذا كان هذا من غير وللإربة من الرجال فما في إشكال إن شاء الله عبدالله عمر يقول هل إذا أخبرت إخواني بأني أحفظ كذا من القرآن هل هذا رياء؟ والله أنت ونيتك فإن كانت نيتك أن يقتد بك فأنت مأجور إذا كانت نيتك التحدث بنعمة الله عليك فأنت مأجور أما إذا كانت النية أن تحصل لك المنزلة في قلوبهم وأن تظهر فضلك عليهم فهذا هو الرياء وهذا هو الخطأ حساب فيسبوك يقول عندي نصاب من الإبل وكان والدي يخرج زكاة وحين يحول عليه الحول ولكن الوالد توفي وأنا لا أعرف متى يحول حولها فما العمل رحمة الله على الوالد وهذا المال قد صار يعني تجددت له ذمة يعني ما عاد في ذمة الوالد وإنما صارت الملكية للورثة يعني أنت وإخوانك فيجزئكم أن تستقبلوا به حولا جديدا من حين تملك هذا القدر من الإبل الشيخ بشير يقول ما هي الخدمة التي قدمها سعد بن معاذ رضي الله عنه للإسلام حتى اهتز لوفاته عرش الرحمن وأرسل الله سبعين ألف ملك لتشيعه رضوان الله عليه سعد بن معاذ كان سيد الأوس وهو الذي وسعد بن عبادة كان سيد الخزرج وقد قال القائل فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطالفي أجيب داعي الهدى وتمنى على الله في الفردوس من يتعارفي فإن جنان الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي سعد بن معاذ رضي الله عنه رجل بدري سعد بن معاذ من السابقين الأولين سعد بن معاذ دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وماله سعد بن معاذ تبرأ من حلفائه من يهود بن قريضة سعد بن معاذ حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وهذا يدل على طهارة القلب وزكاة النفس وسداد القول شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه وافق حكم الله من فوق سبع سماوات وهذه كلها مزايا وفضائل منذر البشير يقول بسأل عن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله أعلم كيف كان وما حكم تربية الشعر وتركه كثيرا يا أخي الكريم هذه المسألة هي أشبه بالعادات منها بالسنن فقد كان من عادة العرب توفير شعورهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يبلغ جمته عليه الصلاة والسلام وما كان يحلقه إلا في نسك في حج أو عمره وكان هذا الشعر يوزعه على الصحابة رضوان الله عليهم حتى إن خالدا رضي الله عنه أصاب كبة من شعره فجعلها في قل سوته فما شهد بها معركة إلا أظهره الله فالعرب كانوا يوفرون الشعر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال سيما هم التحليق تحليق بأنهم يحلقون رؤوسهم ولذلك لما جاء ذو الخويصرة التميمي جاء وهو غائر العينين ناتئ الوجنتين حليق الرأس قال يا محمد اتق الله وعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فلذلك أنت يعني حبذا لو أن الإنسان ما خالف عادة الناس وما هم عليه وما يفعل شيئا بحيث يشار إليه من بين لا الناس فيكون في هذا يعني شهرة علي البرناوي يقول كم مقدار نصاب زكاة الجنيه السوداني لعام 2021 لا ليس للعام الميلاد وإنما عام 1441 آخر منشور لديواني الزكاة صدر بأن النصاب هو مليار ومائة وسبعة وعشرون مليونا وزيادة نعم هذا هو النصاب محمد طاهر ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن أول شيء لكثار من الدعاء بأن يسهل الله لك حفظه ثانيا العزيمة مع اعتقادك يقينا في قول ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ثالثا اختيار الشيخ المجيد المتقن ورابعا أن تجعل لنفسك مقدارا من الحفظ في كل يوم لا تخل به خامسا التعاهد والمراجعة سادسا القراءة في كتب التفسير لأن معرفة التفسير ترسخ الحفظ ثم سابعا اختيار الأوقات الجيدة وأفضلها وقت السحر فإنه وقت الفيوضات وتنزل الرحمات ويكون الزهن صافية وأكثر الناس نائمون والحركات ساكنة وذلك أدعى للحفظ محمد عبدالله يقول ما رأيكم فيما كان من فتواكم بعدم التحويل عبر البنوك وما ترتب عليها من كلام كثير قد أثاره بعض الناس أقول أما الكلام الكثير وما حصل من سخرية واستهزاء فما كان من المسلمين فأسأل الله أن يغفر لي ولهم وأن يسامحهم وأما ما كان من أعداء الدين فأسأل الله عز وجل أن يصب عليهم سوط عذاب وأن يقتلعهم عاجلا غير آجل وأكرر القول بأن المنظومة الحاكمة إنما هي في أغلبها عملاء وعلى رأسهم على رأس هذه المنظومة الحاكمة الرأس المعطوب رئيس الوزراء فضيحة مجللة بالسواد حين يخرج مكتبه الإعلامي تصريحا يعترفون فيه بأنهم يتلقون مرتبات دولارية هذه المرتبات يتلقونها من الوكالة التنمية البريطانية ومن الاتحاد الأوروبي سبحان الله هذه ما حصلت في الدنيا رئيس وزراء بلد له سيادة وله استقلالية يتلقى راتبه وكذلك الطاقم الذي يعمل معه يتلقى مرتبات دولارية فاحشة من جهة أجنبية السؤال في مقابل ماذا ما هي الخدمات التي يقدمها هل هذه الجهات عن الاتحاد الأوروبي والوكالة البريطانية هل هي جمعيات خيرية هكذا تنفق هذه المنح الدولارية بغير حساب ولا طلب هذه أسئلة يعني تؤكد ما ذكر سابقا بأن هؤلاء عملاء عمالتهم ظاهرة ومن عمالتهم أعني رئيس الوزراء ومن معه بأنهم دعوا القوات الأممية للتدخل في السودان في خطاب كتبه السفير البريطاني وما كان من رئيس الوزراء إلا أن يوقع عليه دون أن يخبر بذلك أحدا وكأن البلد ضيعة ورثها عن من ورثه وليس للناس في ذلك رأي ولا اختيار ثم بعد ذلك هم عملاء من جهة أنهم تعاملوا مع المال بسفة حين طبعوا تلك المناهج المعيبة التي تطعن في الذات الإلهية وتطعن في الدين وفيها تزوير وتلبيس وأخطاء بشهادة وزير التعليم الشيوعي نفسه الوزير المنصرف شهد بأن هذه المناهج فيها من الضعف والقصور وكذا وكذا وشكل لجنة لمراجعتها والمناهج أشرف على وضعها زنديق معروف لدى الناس جميعا الجمهوري القرائي أنفق على هذه المناهج من المال العام من السفة أن وزير الشؤون الدينية يعلن سعيه لبناء عشرات الكنائس في بلد تسعة وتسعين بالمئة من أهله مسلمون موحدون لله عز وجل ثم بعد ذلك السفة في السيارات المليارية التي اشتروها والنفقات التي لا حد لها وقص على ذلك فأنا أقول بأن هؤلاء لا يؤتمنون لا يؤتمنون والمطلوب من الإنسان العاقل أن يعرف أين يضع ما له حتى لو أراد أن يتصدق فما أكثر الوجوه وما أكثر السبل التي يمكن من خلالها إيصال هذه الصدقات أو هذه المعونات إلى أهلها المستحقين دون أن يتورط الإنسان في أن يستديم حكما محاربا لله ورسوله ساعيا بالفساد في الأرض مبدلا لشرع الله عز وجل حساب فيسبوك يقول ما حكم قول صدقت وبررت بعد قول الصلاة خير من النوم وما معناها طبعا الحديث فيها ضعيف الحديث فيها ضعيف لكن لو أن الإنسان قالها هي صحيح يعني أنا أقول للمؤذن حين أقول الصلاة خير من النوم أقول لو صدقت وبرت أنت صادق في قولك الصلاة خير من النوم وأنت بار في دعوتك الناس إلى الصلاة طيب لعل الوقت قد انتهى نقف عند هذا الحد ويتجدد اللقاء عشية الغد بإذن الله أسأل الله سبحانه وأن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان